أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى في العاصمة البريطانية لندن اليوم مباحثة مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تناولت العلاقات الثنائية المتميزة سبل دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأعرب جلالة الملك المفدى خلال اللقاء عن شكره وتقديره لمواقف المملكة المتحدة ودعمها لمملكة البحرين بما يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين كما نوه جلالته بالجهود المشتركة للمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحفظ الأمن والسلم في المنطقة وتعزيز العلاقات التجارية مشيرا جلالته إلى أن البحرين تسعى بشراء طائرات التايلون البريطانية لتكون ضمن المنظومة الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأضح جلالته أن البحرين ودول مجلس التعاون تعمل جاهدة لمكافحة الإرهاب الذي يهدد مجتمعاتها الآمنة واقتصادياتها الناهضة مشيدا جلالته بالتعاون الوثيق مع المملكة المتحدة في محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وبشأن الأوضاع في مصر أكد جلالته حرص البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على حفظ أمن واستقرار مصر لتعود إلى دورها الطبيعي إقليميا ودوليا وبما يحقق أمال وطموحات الشعب المصري الشقيق وبمناسبة مرور مئتي عام على العلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وتحالفهما الاستراتيجي تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للاحتفال بهذه العلاقات التي تشهد مزيدا من التطور والتقدم بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين إذن ستألت على عدد البلدين